اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية ومع مجال من مجالاتها مجال الآداب والأخلاق الإسلامية درسنا اليوم بعناية العناية بالصحة في التصور الإسلامي الجزء الثاني نتعلم في هذا الدرس نظرة الإسلام إلى الصحة ومنهج الإسلام في المحافظة على الصحة العامة وأثر الصحة على أداء العبادات وعمل الخير وبعض وسائل المحافظة على الصحة وتعاليم الإسلام في المحافظة على الصحة قيمتنا التربوية في هذا الدرس عن حسن الخلق وقد ذكرنا أن حسن الخلق مأمور به الكبير والصغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا أو يعطف على صغيرنا فتوقير الكبير مطلوب به الصغير والعطف على الصغير مطلوب به من الكبير كيف نظر الإسلام إلى الصحة من خلال الدرس الماضي؟ أن الصحة نعمة عظيمة في الإسلام وأن الصحة هي من أوائد ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صفحة 164 نظرة الإسلام إلى الصحة أن الصحة نعمة عظيمة في الإسلام وأن الصحة أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة منهج الإسلام في الحفاظ على الصحة تحريم كل خبيث ومضر والاعتدال في المأكل والمشرب السؤال الثاني وجه الأدلة الآتية قال الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تحريم كل خبيث قال الله عز وجل وَاَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ أي أن الاعتدال أي أن يأمرنا الشرع بالاعتدال في المأكل والمشرب وعدم الإسراف أهداف الدرس اليوم أن يعدد الطالب بعض المضرات التي يجب الابتعاد عنها أن يحدد الطالب العلاقة بين النظافة والطهارة والصحة أن يحرص الطالب على الوسائل التي تحافظ على صحته الهدف الأول أن يعدد الطالب بعض المضرات التي يجب الابتعاد عنها بعض المضرات التي يجب الابتعاد عنها ماذا تقرأ في ظاهر هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى وَيُحِلُّوا لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ الْخَبَائِثِ تحريم الإسلام لكل ما هو ضار بالصحة لأنه خبيث بعض المضرات التي يجب الابتعاد عنها الخمر هو كل شراب مسكر يذهب العقل فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر المخدرات هي مواد ضارة بالجسم ومذهبة للعقل ومثبتة للنشاط وتناولها مخالف للشريعة الإسلامية التي حرمت الطيبات والتي حل حلت الطيبات وحرمت الخبائث قال الله سبحانه وتعالى وَيُحَرِّمُ عَلِيْهِمُ الْخَبَائِثِ بعض المضرات التي يجب الابتعاد عنها التدخين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار السويكة وهي مضرة بإجماع الأطباء وينطبق عليها ما ينطبق على التدخين من بشاعة منظرها وكره رائحتها بالإضافة إلى الإذاء المتعمد للنفس والمحرم شرعاً ولها آثار سيئة على اللثة وعلى الأسنان وتسبب سوء الشكل ومقته السؤال الرابع أذكر اثنين من المضرات التي يجب الابتعاد عنها مع التوضيح الخمر هو كل شراب مشكر يذهب العقل فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن وخمر اثنين التدخين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الآن يحدد الطالب في الهدف الثاني العلاقة بين النظافة والطهارة والصحة الطهارة والنظافة وعلاقتهما بالصحة من خلال قراءتك للفقرة في صفحة 162 أجب عن ما يأتي وضح علاقة الطهارة والنظافة بالصحة علاقة تلازم فمن أجل أن يكون المسلم متمتعاً بالصحة لا بد أن يكون حريصاً على النظافة والطهارة لأن إهمال الإنسان لتطهره وتنظفه يجعل من حاله مأوى للجراثيم التي تتسبب بالأمراض وانتشارها وضح بعض الوسائل النظافة والطهارة في الإسلام بعض وسائل النظافة والطهارة في الإسلام من هذه الوسائل الوضوء الذي هو شرط لكل صلاة من صلوات فريضة أو نافلة والأغسال الواجبة والمسنونة مثل غصر الجمعة والعيدين وغيرهما دلل من القرآن والسنة على هذه العلاقة وحب الله تعالى لأهل الطهارة من القرآن الكريم قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان حدد العلاقة بين الطهارة والنظافة وعلاقتهما بالصحة علاقة تلازم فمن أجل أن يكون المسلم متمتعا بالصحة لا بد أن يكون حديصا على النظافة والطهارة الهدف الرابع أن يحرص الطالب على الوسائل التي تحافظ على صحته من خلال الصور الآتية حدد بعض الوسائل التي يحرص عليها المسلم للحفاظ على الصحة مع التوضيح النوم الكافي منح الجسم حقه في النوم بأن يكون الوقت مناسبا ولمدة كافية للمحافظة على صلاة الفجر وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا الأكل الصحي وذلك بالاعتدال في تناوله وبيان أن شر وعاء ملأه ابن آدم هو بطنه ممارسة الرياضة فهي سبيل مميز مميز للنشاط والحيوية وتجنب للخمول الذي يؤدي إلى السمنة والتي تعد رأس الأمراض المزمنة السؤال الخامس صفحة 165 عدد الوسائل الرئيسية المحافظة على الصحة النوم الكافي الأكل الصحي ممارسة الرياضة إلى هنا وصلنا إلى ختم درسنا أجزاكم الله خير على حسن المتابعة والإنصالات نلقاكم في دروس أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر لكنهابتش تنزل ترجمة نانسي قنقر لكنهابتش ترجمة نانسي قنقر سنعانثة